حينه مؤخراً بقينا بنسمع عن أنواع دايت أو أنواع من الطرق يعني تنظيم كده الغذائي أنه حاجات غريبة جداً منهم رجيم الشوكولاتة واحد من أغرب أنواع الدايت أو من أغرب أنواع رجيم السريع السريع يعني شوكولاتة وسريع ابتكروا دكتور بريطاني بهدف كسر أسطورة أن الشوكولاتة مضرة مش بس كده دأكد كمان أنه للشوكولات فوائد صحية شازل أنت قلت أنواع دكتور بريطاني مش مش معانا هنا فممكن يكون هناك بتخسس تفتكرها لكن هنا الوضع مختلف وبعدين حضفتنا جاءت تتكلم عن الشوكولاتة وفوائد الشوكولاتة فين المهنية بقى جيب شوكولاتة مع مية جايد نجيب شوكولاتة واحنا جايد معانا طبعاً الدكتورة ماروة نوح استشاري التغذية العلاجية من ورانا عشان نتكلم عن فوائد الشوكولاتة وهل بالفعل الشوكولاتة ممكن تخسس صباح الخير عليك صباح الفل أخبرك وإيه الحمد لله بخير يعني نص المعلومات صحة ونصها غلط زي ما جمانا قالت فيه طلع موضة كده من شوية حاجة اسمها دايت الشوكولاتة ويمكن واحدة من السلوبراتيز المعروفين قوي اللي خاصوا جداً جداً كانت برضو بتعمل دايت معين أو حمية غذائية معينة إنكلودينج الشوكولاتة في حاجة اسمها سورت فودز أو أكلات معينة أو مواد معينة من الأكل بتتاخد كمنها الشوكولاتة والنبيت الأحمر والباريز التوتيات فخصت خصية رهيبة يعني فوق الـ 40-50 كيلو فدي برضو عملت ضج إيه حكيت الشوكولاتة؟ وهي ممنوعة لأها طب وبتخصص ولا بتتخن ومفيدة ولا لأ الحقيقة الكاكاو نفسه الكاكاو الخام هي اللي هي الشوكولاتة هي مادة مفيدة جداً وغنية بمضادات الأكسادة مليانة بوليفينولز، فلافينويدز، حاجة اسمها كاتكنز كل دي مضادات أكسادة اللي كل الأبحاث أثبتت إنها مفيدة جداً للمناعة مثلاً لأن مضادات الأكسادة بتحسن من كفاءة الخلايا مفيدة جداً للقلب، للضغط، حتى للكولسترول ومالإحنا ليه للشوكولاتة عليها مشاكل كتير وكدنا إحنا ما بناكلش كاكاو الخام إحنا بناخد شوكولاتة معها دهون ومعها سكر كتير فكرة الدايت اللي تعمل على الشوكولاتة إن هي بتخسس هو عمل إن هو بيدي قبل الثلاث وكبات قطعة من الشوكولاتة من الدارك شوكولاتة وأنا عايز أتكلم عن الدارك شوكولاتة برضو النهاردة لأن الناس بتأبيوزت أو بتستخدمها كتير قصدي شوكولاتة صحية قصدي شوكولاتة دايت الشيء اسمها كده هي فيها سعرات فأما إدى الشوكولاتة اللي هي الدارك من 70 إلى 85% في الرينج دا بتبقى مرة شوية وفي نفس الوقت فيها مضادات الأكسادة والحاجات اللي بتعلي الموت وبتحسس بالبلاجر فالناس كتب بتحس إنها مبسوطة وفل بس معيها عمل إيه؟ ودي مهمة جدا إدى دايت منخفض جدا في السعرات فبقت الناس بتخس عشان الدايت منخفض جدا في السعرات وفي نفس الوقت مبسوطة بتعمل شوكولاتة أو إنها بتاكل حاجة المفروض الأساطير بتقول إنها ممنوعة تماما فهي دي قصة كل بقى العلماء بعد كده قال لك طب الدايت دي سواء الممثل المشهور المغني المشهورة دي عملته أو دايت الشوكولاتة هل هو صحي أو هو ممكن نعمله قال لك الحاجات اللي بأي لو كالوري دايت زي ما تعمل هي بصعرات حرارية دا مش سستينبل أو مش ما ينفعش نستمر عليه وبيفتقر عناصر غذائية كتير يعني كلما نقلل من الصعرات إحنا أكيد بنقلل من كميات الأكل بناخده من المجموعات الغذائية المفروض ناخدها عشان نبقى صحيين فيقول لك الدايت دا مش مستمر ما ينفعش دايت نمط حياني عيش عليه فبالتالي هو مش صحي عشان دي لكن الكاكاو في حد ذاته من الحاجات الغنية جدا بمواد مضادة للتهابات ومضادات الأكسادة مهم جدا زي ما قلت للمود مهم جدا بيقل الكورتيزول مهم جدا للناس اللي عندها مثلا ألزهايمر فيه عليها بستعديز أنه ممكن يحسن من وظيف المخ على فكرة إيفن للجلد لأنه بيشتغل على بيزوية حاجة اسمها نيطرق أوكسايد في الجسم وده بيحسن أنه يخلي الشرايين أو البلد فاسلز أنها توسع فبالتالي يحسن تدفق الدم كل دم من الكاكاو بتاعنا دا؟ كل دم من الكاكاو تدفق الدم في حسن يخفض من ضغط الدم الكاكاو هو الهوت شوكولت؟ محنا بص بس خلينا نقول الكاكاو بنستخدمه في إيه؟ اللي هات شوكولت ده برعاً لبن بنحط عليه كاكاو بس فيه كاكاو مليان سكر فيه كاكاو بيبقى محلق وعلى فكرة كمان الشوكولاتة بتفرق لأن كل ما الكاكاو يتعرض لدرجة حرارة عالية ويتعرض لتصنيع بيفقد كتير من الفلافينويد بيفقد حوالي 60% فبيفقد فوائده أساساً عشان كده بنقول الشوكولاتة بتفقد من فوائد الكاكاو كتير بتعرضها للحرارة وفي عملية التصنيع يعني لو حد جاب الكاكاو الخام أنا أشاز يصدق هو جايب كاكاو وعايز تطمن استدامي هنستخدمه الكاكاو الخام ده هو اللي صحي الكاكاو الخام هو اللي صحي لأنه فيه كل الفوائد من غير إضافات اللي ممكن تعملي مشاكل زي السكر يعني حتى الكاكاو عليه أبحاث أنه بيحسن من حسات الإنسولين فمفيد لمريض السكر لكن الشوكولاتة اللي بناخدها اللي مليانة سكر بتضر مريض السكر هذي النقطة لكن ممكن نأكل شوكولاتة عادي بس بكميات محدودة ممكن نأكل شوكولاتة وعايزة كنت تتكلم على بيحسن من شكولاتة اللي بناخدها الناس اللي بتعمل ديت او اللي مش عايز تدخن بتجيب باك شوكولاتة درك قد كده عشان دي شوكولاتة ديت كل اليوم بار oceans زي ما قلنا الرجيمي اللي اتعامل مع نظام قليل جدا في الصعرات ده اللي خصص هي تملي حزبة صعرات على فكرة يعني ممكن انت تاخد مثلا اتنين كيوبز هي تاخد واحد بس عشان الوزن مختلف وحنا اتنين بنخيص يعني هو الوزن بيختلف في الانتاج هم عملوه جانرل مئة الف صعر حراري فده كان قليل جدا تاني حاجة الشوكولاتة الدارك مختلفة عن البيضة في المفروض انها نسبة الكاكاو فيها اعلى فالفوايد اعلى ونسبة الدهون والسكر اقل بس بيقولك لازم نختار الحاجات المضمونة انها فعلا معمولة بجودة عالية يعني مش اي حاجة مكتوب عليها دارك شوكولت بتبقى فعلا صحي الحل ازاي طب نعمل ليه يا ناكل ولا ما لاكلش هنعرف منين طبعا بيبقى فيه الخصائص الغذائية مكتوبة مش كلنا استعرف تقراها بس ماشي بس احنا الحل في كل حاجة فيها اختلاف صحي ولا لا الاحتدال فاللهو مش لازم برضو الشوكولتة بالحاجات اللي بتعمل ادمان ان فيها نسبة كافين وبتعلي الدكامين او السريطون الهرمون السعيدة فالحاجات اللي بتعمل ادمان فتلاقي الناس مش قادرة تاكل بتقولها كيوب او حتة صغيرة تقولك ازاي انا بجيب الشوكولات لقد كده طب بقيت اكل كل يوم طب بقيت اكل كل يوم مرتين فهي بتعمل ادمان فالمودريشن او ان انا اكل بتقنية بقى واخد بالي باكل قد ايه وكام مرة في الاسبوع ده الحل لو انا مش قادر اعرف هي نوع دارك توكلت دي صحيح او لا دكتور قلت لنا الف كالوري صحيح كده ولا ده الديت اللي اتعمل اللي كان اتعمل عليه اللي اتعمل عليه الصحي قد ايه ويبقى يعني تقريبا كام كيوب او كام قطع من دارك توكلت يعني هو انا نقول من ون لتو كيوب عشان ناخد الفوائد بتاع اسدها من دارك توكلت عالية الجودة عالية الجودة يعني انا فعلا عارفة نسبة الكاكاو فيها نسبة السكر فيها قد ايه يعني مفوضة ان العالية الجودة من سبعين من سبعين وانتي طلع بس مش كل الحاجات بتبقى هاي كواليتي فهي دي اللي بيقولك نقي بس جودة عالية علشان انا بقى ضامن كده وحتى لو انا مش واسق وخدت كيوب او اتنين انا مروا بحبش اخدها كل يوم يعني انا بحب لانها ادمان فبعد كده مش حقدر امسك نفسي انها تبقى كيوب او اتنين بس هي مش ممنوعة برضو بس فيش حاجة اسمها يقول للناس بس دايت الشوكولاتة لان دايت الشوكولاتة وبدين اكل بطاطس محمرة واكل صندوط شفر وطعمية دي بقى نوصل مهمة واكل كيكة لان ده مرتبط مرتبط بنوعية الاكل كمان طبعا باكل معها ايه اللي خاصه في دايت الشوكولاتة عشان كده بأكد للناس اللي خاصه في دايت الشوكولاتة كانوا بياخدوا تلات واجبات فيها الف صعر احنا ممكن نفطر هنا في مصر بالفين صعر بس في الفطار فكانوا واخدين معاه دايت قليل الصعرات جدا فده اللي خلاهم يخصوا هما مبسوطين هي فكرة دخول الشوكولاتة مش انها بتخسس او انها بتحرق اكتر هي انها ببسطتهم وبتعضل المود لانه مفروض ان الدايت بيقلل المود بالزبط كده وحسسهم ان هو احساسك انك بتاكل حاجة انت فكرة انك ممنوعة منها عشان تخسي وخسيتي ده الواحده بيعمل انبساط فبيحفزك انك تكمل وما تعملش على مدة طويل فيه ناس بتعمل انظمة غذائية كمان صعبة جدا زي مثلا الدايت الفكهة فيه ناس تقعد فترة تاكل فكهة بس صح ده سليم خالص زي ما قلت في الاول عدم وجود كل المجميع الغذائية في النظام الغذائي ده في حد زيته غلط جدا على الصح يعني النظام اللي قلناه المغنية المشهورة عملته خسط فوق الخمسين كيلو بيقولك غير انه هو بيفتقر في عناصر غذائية كتير بيفتقر في البروتينات مثلا فبيحصل بالتالي وهن في العضلات وهن العضلات بيقلل الحرق غير كده ما بمشي على كالوريز قليلة قوي او سعرات حرق قليلة قوي الجسم بيبتدي عادل فيبتدي قلل حرقه للسعرات دي لو استمرت عليها يعني لو يوم هتعدي لكن لو استمرت على سعرات قليلة للمدة طويلة حرق الجسم قريدي بينزل انه خايف انه ما يخشلهش اك فخايف انه يضعف لو هو ماشي على بحرق انا باخد 3000 سعر فجسمي بيحرق العادي 1500-2000 سعر مثلا لو انا قللت الالف الجسم بيبتدي ادابته وبيزبط نفسه فيقلل الحرق بتاعه خالص عشان يواكب انه بيخشله سعرات قليلة فدي مهمة جدا الناس تعرفها مش صحي ناشين مجموعة زي البروتين او زي النشويات الصحية او زي الدهون الصحية لان كل دي لها وظايف في الجسم هي مش مخلوقة كده اعتباط هو الغلط ان ياخد منهم زيادة عن طاقتي والغلط ان ياخد مثلا نشويات من النشويات مش صحية زي السكر مثلا لكن انا خدت فكه خدت مضادات اكسادة وفيتامينات ومعادن وسكر طبيعي بس ما خدتش بقية العناشر منها الدهون الصحية منها البروتينات وكل دول حتى بيخشوا في انتاج الهرمونات مثلا اللي هي مهمة جدا لجميع وظايف الجسم فالنازمة بتسمع ضاية الشوكولاتة او ضاية المنجا او ضاية الفكهة بتبقى بسوطة قوي لان انا محروم من المنجا فانما اكل منجا برحتي انا كده خلاصا مبسوط انت مش محروم من المنجا ومش محروم من الشوكولاتة ومش محروم حتى من الحلويات لو باكلها بتقنين ومش باكلها كل يوم فما بقيتش مضمن وده طبعا يعني اكيدا نتكلم فيه في رمضان ولو محصوبة ضمن صوراتي الحرارية ويمكن قلتها قبل كده معاكم في البرنامج واقولها تاني رول 80-20 مهم جدا 80% باخد الاكل الطبيعي الصحي عشان بس اوفر له كل العناصر الغذائية اللي تخليه قوم بوظف و20% ممكن اكل حاجات اللي احنا حتى بنقول عليها مضر كل اكلي كده زي اللي بيأكل جانج فوت طول النهار حاجات محمرة طونار عمري ما جاسمي حينضر وعمري ما يخش في امراض فدي مهم جدا الناس تعرف جميل بعيدا عن الدرد شوكولت بالنسبة للشوكولات العادية اللي هي البني والويت شوكولت او شوكولات البيضة هل الاتنين نفس تأثير؟ لا الشوكولات البيضة احسن لان فيها ككاو فككاو فيه شوية فوائد قلضوا انها فيها كمية دهون عالية وكمية سكر عالية بس برضو فيه شوية ككاو الشوكولات البيضة ما فيهاش ككاو خالص ما فيهاش اي عبارة عن ايه دكتور تاني؟ عبارة عن زبدة ولبن بس دي الشوكولاتة البيضة زبدة ولبن بالزبدة ولبن بس فدهون وسكر بس فشوكولات البيضة خالية من اي فوائد غذائية الشوكولاتة اللي هي الملك شوكولت نده نقول فيها شوية فوائد غذائية من شوية ككاو الموجودة فيها برضو طبعا لتصنيحها يعني فيه أنواع شوكولاتات فيها نسبة سكر ودون أعلم التاني فدي برضو مهم جدا ويمكن كنت بعلمها للناس بعلمها للناس العادة إزاي نقرأ الحقائق الغزائي اللي بقت بالقانون مكتوبة على كل البرودكت الموجودة إيبن دلوقتي برع على محلات الجنك فود جوه وإحنا بنقى من المانيو بيكتبوا الخصائص الغزائية حتى لو حد مريك كولسترول حتى مريك دي يبقى معروف نسبة الملح نسبة الدهون اللي فيها قدقية نسبة النشويات اللي فيها حتى نسبة البروتين اللي فيها فبرع دلوقتي بتدت تبقى موجودة بالقانون في محلات الجنك فود بزيء موظف كمان المنتجات الحقيقة عليها طب بما إحنا بقى في موسم الكيكة يعني الشوكولات لما بتخش الفرن أو بتخش المايكوويف شاز لي بجد قاعدة مهتم جدا في موضوع عشان نتكلم هل إن هي بتتعرض للتسخين ده بيقل من فبايدها أو من قيمتها الغزائية ده اللي كنت بقوله في تصنيع الشوكولاتة بصفة عامة إن تعرضها للحرارة العالية وتعرضها للتصنيع بيفقدها كتير من عناصرها الغزائية ده فعلا يعني بتحسن لكن الشوكولاتة لو دخلت في تصنيع أي حاجة يعني دخلت مثلا بعض الناس بياخد الشوكولاتة مثلا ويحطها في قلب فنجان القهوة مثلا هل يقل ضررها شوية ولا نفس الضرر برضو أو نفس التأثير نفس التأثير هي نفس التأثير هي بس وجودها في الكيكات أو في المشروبات أو في الحاجات دي ديبانز برضو على نوع الكاكاو وديبانز هو برضو يعني انت الكيكة معها إيه معا كمية دهون الدهون عاملة زي معانا سكر قد إيه معاها دقيق قد إيه كل دي حاجات مش هتخليني أستفيد بقى بمعلقتين الكاكاو لأنا حطيتهم ده للناس مش عايزة الناس الناس عمتا بصفة عامة مش في مصر في كل العالم بتقط بتمسك في كلمة ده مفيد ده صحي فبتأبيوزت أو بتاخده بصورة مش صحية الاعتدال هو الحل أو هو المفتاح اللي يخليني قدر أخد اللي أنا بحبه من غير ما أضره صحي صحيح من شكورك طبعا جزيلا شكر دكتورة مروان وحي استشاري التغذية العلاجية شرفتين ونورتين صحيح ده صحيح